مرحبا سلامة انا اسرافتي باك دمي فاتكات باك ايكونامي جاحت بكاتر زيرو كاتر واليوم انا جيتش نحكي لكم على تجربتي معامي ناس الطلبة فهي الحقيقة من احسن البروفيت داع جستيون علماء تاريخ وشغرافيا الماتير سيكون ديرو سيب البروفيت وعليهم الكلام ما شاء الله مثلا انا قبل في جستيون ما كنتش بيها جملة تروازيه مجيب انز دوز بسي فانا مش فيه مجموناه اصلا معناها جستيون ماشي في بالي هوما دفوق نول وطبق وكهوهو وصلت الباك وتعرفت عربي ناس الطلبة وقريت عند المسيو عربي فهمت انو جستيون هو سيدولوجيك معناه لوجيك تفهم البرانسيب تلقى ما اللي معناه قدتلكم كنت نجيب في الدروازيه في الانس دوز ووليت الباك تشيب في سنوف دوزويت ديساد وفي الباك برانسيبال جبت في جستيون دوزويت فرقل انس بروفيل مات اللي موجود لناس الطلبة لحقيقة من احسن البرافيت معناه يحسك مش لازم انت تكون جيني بتاع مات مش انك تفهم المات ليه بلازاز جوز يعطي هم لطورق بطريقة انو كيفاش يوصل لك المعلومة والسرية اللي يبدالك بهم طار روحك تختم وتجيب في النوت معناه انتك تلميض ضعيفة الكنز بتاعك اذي كان مضمنة